جسر الجادرية احنا اكملنا الجانبين اكملناهن يعني كان مخصص لكل جانب 15 يوم الجانب اللي من اتجاه الجادرية بتجاه القادسية اكمل ب15 يوم اما الجانب الاخر فتم اكماله باقل من هذه الفترة مثل ما معروف انه هاي هاي كلها مدرجة ضمن خطط الصيانة التابعة الى الوزارة لكن مسألة توفر التخصيصات المالية ايضا عامل مهم في انه انت شو وقت تبدي بهذه المشاريع لذلك احنا يعني شرعنا بمشروع صيانة جسر الجادرية واكملنا واهلنا بصورة كاملة مسألة الازدحامات المرورية اللي يعاني منها المواطن هي هذه واقع حال احنا نعيشه يعني خاصة في بداية كل عام دراسي لذلك احنا اطلقنا هذه المشاريع وإلا لو ما كان اكوا ازدحامات فيعني لوش نطلق مثل هيش عدد من المشاريع رغم انه هيها احنا اطلقنا عليها حزمة اولى ونطلق حزمة اولى معنات انه هناك عدد اخر من هذه المشاريع وبالفعل هذه المشاريع او العقد المرورية المشخصة في العاصمة بغداد تمت وفق دراسات مرورية وتم وفق نصب كاميرا طبعا بالتعاون مع مديرية المرور العامة ومع امانة بغداد تم تحديد اكثر من تقاطع شرعنا بالحزمة الاولى اللي ضمنها 16 مشروع طبعا هذه 16 مشروع اضن ضم عدة فقرات عمل تم اختيارها وفق اولويات ما هي اكثر الاماكن ازدحاما موجودة في بغداد رغم انه هي طبعا تقريبا كل التقاطعات تشهد ازدحاما النقطة الثانية انه كيف انا اوفر مسارات بديلة يعني صاح احنا عملنا بهذه المشاريع لكن لم يكن هناك غلق تام للطرق صاح صار تضييق ببعض المسارات لان واحدة من الشروط اللي تم فرضها على الشركات التي تعمل بهذه المشاريع انه ايجاد المسارات البديلة واحنا نشوف يعني رجال مرور موجودين في اماكن هذه المشاريع يعني على مدى 24 ساعة في اماكن اللي نعمل بها لذلك انطلقنا بها وحققنا حقيقة نتائج يعني كبيرة في هذا المجال نحن 8 مشاريع خلال سنة انت تنجزها من عمر هذه الحكومة انا ما عندي مشكلة ارجع اقول ما عندي مشكلة بعدد المشاريع بالعكس انا اطمح انه تكون هناك مشاريع اكثر لكن جنابك تقول حتى فرضنا مثلا على الشركات انه ايجاد الطرق البديلة وغيرها انا عندي مثلا جسر الطابقين شرعت بانه يكون عندي مجسر جديد اللي هو من المعلق للطابقين وبالتالي حجم السيارات والاختناقات المرورية اللي جاي من الدورة من الطابقين ايضا اكو عمليات قشط ومجسر واللي ريدي توجه من الكرادة او من المنطقة الخضراء كله هو عند منفذ واحده هو الجادرية الجادرية اجيت سويت بمسار واحد جيداني اتحدث هنا سيد الصفار اتحدث عن معاناة مو تنقل ليها الناس جنابك ايضا اكيد انه كل يوم انت تطلع انه الموظف اذا يريد يطلع ساعة بالثنتين ساعة بالستة يلا يوصل وعلى هذا الحال احنا وصلنا للمرحلة ارجع اقول انه قوقتونا يعني اللي من الكارخ ابو السيدية ابو الدورة اولا استاذ ليث هي بالنسبة للمسارات طبعا اللي مختاريها بالنسبة لهذه الحزمة الستة عشر يعني سيدة اجي استعرض لك ايها بصورة صحيحة او سريعة عفوا انه تشوف المسارات هو واحد يكمل الآخر يعني حتى مثلا مشروع ساحة عدن اللي هو الى علاقة بمشروع ربط الطابقين بالجسر المعلق كيف لان انا رح اربط مدخل بغداد الشمالي بمدخل بغداد الجنوبي بمحور حركة بدون اي تقاطع مروري لان هذا على مسارة موجود عدة مشاريع يعني مشروع مجسر الطوبشي مشروع مجسر الشالشي اللي افتتحناها مشروع تقاطع الطلاع اللي ايضا يضم مقتربات للنزول والصعود على شارع مطار المثنى ومن ثم تنتقل الى الجسر المعلق ومن الجسر المعلق الى الجسر الطابقين ومن الجسر الطابقين توصل الى طريق دورة يوسفية اللي افتتحناها احنا ايضا مؤخرا هذا كان واحد من المشاريع المتلكع في الماضي ثم